موسيقى اذاك الواطي اخد المصاري ما هيك؟ اي اخدهم نيح توصلوا بالسلامة الله معكم روحوا جيبوا هالواطي امرك الله مرحبا اهلين طلعت الى حسابي ايه استعز حسابك جاهز موسيقى شكرا شكرا معينا خد حبيبي لكم جاي لهم ايه موسيقى 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 لا تحكي ومشي معنا لك جي الله هدا يالله لا رح يصير المساء ومستمال إينا شي فكر بواحد وبيهموا حياته ما بيترك أسر بشي محل سيدي هون تحت فيه محل مثل المخبر فتشنا فيه من قبل فيه حدا عن يتخبط فيه بس ما عرفنا مين بيكون سيدي امشوا لنشوف بركي منلاقي شي أسر يا أغا بس خليني عيش ما عددي مصاري ما بدي مصاري ولا شي بس خليني عيش يا واطي يا عديم الشرف فكو خلويني لعب المقبرو هون شكرا وقف وين رايح بدون مصاريك مصاري؟ ايه المصاري؟ فكرني ضربتك مش هالمصاري؟ ضربتك لأنك عديم الشرف مرافو تتحمل تتحمل العصير تستحق تاخذ هالمصاري وإذا حدا سألك بتقول كله بحقه باكل قتل وبعمل أي شي تاني يا الله لا نلعب ولا بقى تخليني شوفاك وسخ اخلعوا يا مصور نعم سيدي صور هدول أمرك سيدي بعتوهن على المخبر حتى يقارنوهن بزمر الدمع الكاش هذا دمع الكاش على قد ما أنا شف لي دمي صرت بعرفو منيح بضبوط بسمع هيك بعتوهن ابني أعطيني ملف الأدلة أمرك حضرة الراقيب في أسر قدم هون تشبه أثار جزمة شو نوع الجزمة ما كتير واضحة بس على الأغلب نعلها مطاط ابني توقان نعم حضرة الراقيب شوف شغلاك حاضر فورا فيه اثنين عراس الشبل واحد منهم مره بس عن عشر زلم ما بيمشي شوفها بالأول بعدين حكي والتاني التاني مو من هون بيكون شريكة إيطالي بيأمننا الشغل برا وبعدين وبعدين سلامتك أنت بس قول إيه بقول بس عندي شرط شو هو لازم اتعرف على الجماعة تتعرف وهنين يتعرفوا علي شو خطر لك ما بتصق فيني لا عيني أنت ما دخلك معقول ما أصق فيك بس بخاف بشي يوم يخوزه ويجي على بالون يتلاعبوا معنا حابب وقتا خليون يعرفوا مع مين عم يتعاملوا فهمت؟ فهمت حاكيهن وبدبر لقاء أهلين يا أغا أهلين فيك السلام عليكم وهي حضرة شنابحة معنا شرف أهلين يا أغا شرفك مرحبا أهلا وسهلا يا أغا شوف تؤمر يا أغا ها تهوي سادلا نشوف على راسي خلينا الله معك يا أغا مع السلام حسن تعالهم مور أغا هذا الرجال اللي مع حق يا أغا مو أسمان اللي مهرب ابن حمدي لأعراج مضبوط أغا طلع جديد من الحبس وهلأ هو وحقي صحب كتير بها الأيام طيب روح لشوف أمرك يا أغا شو؟ ما خلط فغلنا؟ بقيان شوي سيدي الجبسين رح ينشف عطيني سيجارة سيدي يمكن رح تستغرب هاي أول مرة بزعل على العكاش بتعرف؟ مليش؟ حاول كتير إنه ما يموت بس ما زبطت ما بتعرف يا أندار بلكي حاول كتير إنه يموت إذا بدك الصراحة ماما ما توقعناك ترجعي به السرعة ليش؟ ما بعرف عندك تشغل كتير وتحضيرات للزواج مروح حبيبتي شو عم تقولي؟ لا تنسي إنك عم تحكي مع أمك حكيك هيك بعصبية ما كتير حلو بعتذر تحكي اللي بيطلع معك بدون ما تحاولي تفكري واللي عملتي مع مراد على التليفون تير اللي تزوق وهو ما كيف بيتدخل وأنا عم بحكي معاك؟ لأنك خلتيني إبكي على التليفون وهو ما تحمل طبعا ما عم يتدخل بس بيناتنا عم يتدخل بأبونا كمان أنا رايح على غرفتي ماجي عاد لو سمحت لسه ما خلصنا حكي مراد ما تدخل بأبوكم كل هادو ما تدخل؟ الموضوع انتهى وشو أصدك؟ أبوكم راح شلون راح؟ شو يعني راح؟ لوين؟ سمعوا حكي أمكن منيح عم تحكي المزبوط إجا لهون استغلكن وبعدين راح ماما مستحيل ليش لا يروح؟ ما بصدق ما كان بدو ياكن انتو شو اللي بدو يالكان؟ ما زاري ما زاري ما زاريو بس شو هاي؟ ريب تارفي موسيقى 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 شو عم تحكي مروة؟ أصدق حدا خلى أبوك يوقع الورقة بقوة سلاح وأنا جبتها لهون وحطيتها قدامكم ما هيك؟ أنا بعرف منيح كيف بتمشي الأمور هنيك يا مروة أنا من شان ما تقروها بس من شان ما سمعكم عن أبوكم كلمة واحدة سيئة تعرفوا قديش تعذبت؟ أكيد ما بتعرفوا بس نحن أبونا اللي منعرفوا أنا ما عرفي ما عرفت شو؟ ليش أنتوا شو اللي بتعرفوا عن أبوكم؟ أليف لا تتعب حالك ورجيون وإلا ما رح يقتنعوا ما بيقتنعوا ورجيون أه؟ وياكنا؟ بالمصاري أه؟ خمسمائة أرب درار بالأول وقع هاي وشو هاي؟ وثيقة حضر المحامي بيان بي أنك رح تتخلى عن حضانة الولاد تحت أي ظرف أو منقف وللأبد كمان هات المصاري في معك ألم؟ حابب أعرف شو؟ الحالة النفسية لواحد باع أولاده بخمسمائة ألف دولار كيف بتكون؟ لا تحط ببارك لك شغلات بعد 8 سنين طلعت عن الساحة وسببت خلل بحية أسادك ماروة تركيون بنتي أنا رح جن يا ماما تركيون يعدوا لحال شوي رح يرجعوا لعندك لحال لا تقلقي يا ماما بتعرفي شو الأسوأ من هيك؟ إذا أنت بتقليلي شي أنا بصدقك وإذا أمك بتقلك شي بتصدقيها لأنه أمك اللي عم تحكي ما بتسألي حتى شوفي حالتنا ورأة موقعة وكسد يعني هذا دليل قاطع ما أما يصدقوني غير بطلوع الروح كله من هداك الشيطان بهجة لأي بعقول هالمساكين وراح لا تلو ميون لسا تنصغار بنتي إنما قالوا نعم مسأل خير ستيلو مسأل خيرات رجعا في شي يبدأ بلك يا يمكن الموضوع ما بخصني بس سن بس شو شفت حقي بالقهوة معه واحد اسمه عثمان أنا بعرف عيلته مهربا منه خواص وكان محبوس كمان طلع جديد بالفترة الأخيرة شافه كتير مع بعضنا تسلم نيح اللي خبرتنا هذا خوكي إذا صر له شي أنت كمان رح تتعب يا ست زينو يمكن أنا عم بتوحب بس حبيت يكون عندك خبر خير ما عملت رجعا مع السلامة الله يسلمك زماناتنا كنا رح نوصح هلأ قاعدين عم نشتغل لحتى نحميه من الدنيا هذا فيلم جديد فيلم حب إن شاء الله يعجبك أنت ما بتحب أفلام الحب؟ لك أنا ما بحبون بموت فيون لماذا تفيته؟ مشان تفوتي بجو الفيلم جو شو؟ مشان تحسي حالك بالسينما هيك رومانسي أكتر شي مرة أخدت بنت عالسينما؟ كتير كذا مرة بالأسبوع شو؟ وين؟ بزماناتي كنت عايش بلاس فيغاس شو جنيتي يا بنت؟ وين بدي أخدهم؟ بدك العالم يقوصوني؟ إيش بعرفني أنا؟ مو أنتوا لرجال هيك؟ رح نطالع مصاري كتير من هالشغل ورح نطلع متل الشعرم العجين ما أحدها مخوفني غيرهاك وليش تخاف مني بالله؟ بعرفك نزيل من أصغر شغلة أنت بتعمل مشكلة أختي؟ مو عرفاني إنه عندك ديوف ما في حدا غريب هادر فيه عثمان؟ في إيه لي حكي معك؟ ماشي أختي منحكي؟ ماشي نروح أنا لكان عن أزن كنه استناني برة وأنا كمان جاي شو قصتك أختي؟ شلون هيك بتجي على بيتي وبتلعي لي ضيوفي؟ لما تستنظيف ببيتك ناس مثل العالم والخلق منحطهم على رأسنا هاد واحد بينشد الظهر فيه؟ حلو سيد شمس بكرا جايين ايه أنا والسيد حقي ايه إلنا منقابلكم وش لوش قبل ما نبلش يعني السيد حقي هيك حابب ايه أحسن ماشي الله معك مع السلامة ما في لزومة صدقك لشي بتسمعي هاد ابن حمد الأعرش طول عمره هنا بيشتغله بالتهريب بدي أعرف شو قليك شغل معه حقي ما ليشغل معه شو كم مره بدي قليك؟ هادا كان رفيقي بالسجن ما لقيت لحالة غيرها رفيق؟ أختي شكلك مفكرتيني زلمتك أنا تركت المصنع والبيت كمان بدك تتركوه إلي والبيت كمان احلي عني يا حاشم لاحقتيني طلع فيني عمل لك تطلع فيني متبه لك كلامك معي هادا رجل عليك هالحاكم ها شو صار يعني يزعلي شو صار يعني يزعليك؟ بعد مكان غريل نصاجة يزعلينا روحي انتي صيني تحت أمره كل هذا ما بيأثر فيك شكاة وصلت رسالتك موسيقى 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 تفضلوا أهلا وسهلا أهلين تفضلوا لهنيك أو لهونه زي بتحبك ممشي نروح من هون نعود بمحل تاني شو فينا عش؟ بعدين بحكيلك امشي إيزر بتريد؟ سيد؟ صحة وهنا جمو خير سيد ما لك العديد تيجي لهم لا والله مرة بهالعمر تفضل أغا جبلنا عراء على رأسي تعاوا عود عود صهر لا تخجل مني استغفر الله جمو رفقاتك كمان بيجو تفضلوا تعاوا عدو لا تسلم جمو أغا نحن رايحين صحتين وعافية بخاطرك سيد يلا عود شبا نشرب لنا كاسين عرق مع بعض احلي عني يا حاشب لاحلتيني هذا الرجل اللي قال لك هل حكي ما بعد ما كان غريب نصاجة تسوس علينا روحي انت صيري تحت أمره كل هذا ما بيأثر فيك كل هذا ما بيأثر فيك روحي انت صيري تحت أمره كل هذا ما بيأثر فيك كل هذا ما بيأثر فيك ماما زينو محمود ما نمت لسه لا ما نمت صوت مشيتك ما خلاني نامصر لك مصاعم تمشي عينجال قلت أكيد ماما زينو مو على بعضها فيا شاب بروس ليا شوي انت هنجد صرت شاب تعالي شايف هالصم شايف هالسكون يا محمود هالبيت الكبير فضي هيك كان من قبل انا ما رح اتركك ابدا اه يا محمود اه يا قلبي اذا انت متركتني بيش يوم انا بتركك كبار يا محمود كبار بسرعة عمال عيلي اولاد خلي بيتنا ينتري من جديد زمان خلي صوات الولاد اتعب بالدار ورمان خلي هزقونه لو حشي تخلص بقى مانا 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 دان شودي ايه دهال لحالة بالبيت؟ ماناك نبكر شوي اول مرة لا تحكي اللي ببالك لا تبطلع علي انت واختي بتفرقوا عنا مثل مثلي انا و مثل انت واباك؟ بلى فيش مشكلة؟ اذا فيه حكيه حكيه بلا ما تصير متلي ايه فيه يا جمو شو؟ ايه دهال ايه دهال عم تخاف بالليل يعني انت بتعرف من شو بتخاف؟ من وجودكن مع بعض لحالكن؟ بتشوف كوابيس ليلة تعرسنا صوت رصاص واللي عم بيقاع واللي عم بيموت ومنظر الدم ووقت بتيجي لهون بيخلص الكابوس انا بحبه كتير يا جمو كتير بخاف من اجرحها بس حالتي صعبة لا تتراجع قوعك تتراجع اذا بتتراجع مرة بتتراجع على طول بس تتفل الطرف الخيط بتصير كل يوم بالشارع كل ليلة بالخمارة بتتطلع هيك بتلاقي حالك مثل متلي بالزبط شايف هاد التليفون؟ بتعرف كم مرة بيجي عبالي باليوم اكسرو لانه قيبك مع بتتصد اذا هالتليفون مع بتقلي عليه قيبك شوف هيدته انت مشكلتك بالبيت مشاكل البيت ما بتنحل هون روح سيد روح لعند المرة اللي بتحبك روح عبيتك ادال سيد سيد سامحني انا انا خلاص ايدال خلاص انا انا ما بمفع سيد مو بيدي انا خجلاني منك راح نحلة سادعيني سادعيني راح نحلة انا خلاص انا خلاص اي قواني انا خلاص اي قبارات لا تخافي هاي نحن اوه لا خوفتوني شو هاد بقى مداهمة يعني ايه مداهمة تقبروا قلبي فينا النام جنبك الليلة ما بعرف لازم فكر زعلتوني كتير ما بدك تسامحينا ضموني لاشوف ضموني منيح 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 منيحك اه كتير منيح اوه كنت ترقوني مرة تانية ها وعد ما من الدركيك ولا مجا ما في حدا بالدني بياخد محلكون ولا حدا ابدا لا تنسوا هالشي ماشي حبك كتير ماما ما راح تقول شي عبو راس كبير حاسس حالي جوعان ما تستحي ما لعمل بتعالهون خلاص خلاص اه نقبش بدي اقول شغلي بكرة شو سبت شو رايكم نفطر برا كلنا سوا فطور مرتب يا ريك وين راح نفطر يا ريك يلا صبح خير مرحبا أمو كيفك؟ مرحبا أمو مراد أهلين صباح الخير صباح النور كيفك مروه؟ إذا سامحتني رح يكون أحسن ما في شي لحد أسامحك عليه آسفة لأني قلت لك شغلات مو حلوة ما بتعرف قديش خجلانة ولا يهمك أنت ما عملت شي بخجل أنت غيرتي على أمك هاي شغلة أنا بساوية على طول تعي لهم غاروا على أمك دايما غاروا تستاهل تنحب ايه؟ تفضلوا معاشي رامو شو بيشتغل؟ بيشتغل بكازية على ترومبين أنا كازية وأنتي طالعة من أرفع على ديار بكر بأول كازية على اليمين اتفضلوا يا إختي عبية على رأسي رامو هون شي؟ لا إلو كم يوم ما عم يجي بنوك ليش ما عم يجي؟ ما بعرف وما أعطانا خبر تعرف وي ممكن لقيه؟ رامو بيحب الصيد أحياناً بيغيب بالأيام بيقعد ببيت صيد بشتى القايا في شي تاني؟ ماشي بكثي هيك أنا بحبة لأمكم وأنا وياهنا وين نتزوج ولما اتنين بينوا إنو نتزوجوا بيكون واضح شو ناطرين من الحياة بيكونوا سعداء ونحن بدونكن ما منكون سعداء؟ وشو لازم نعمل؟ بكافة تسقوا فينا الحياة بأورفة صارت مختلفة إذا اليوم ما ضل أسر للعداوة القديمة ياللي أسس هالشي هي إيمكن بس وأنتي كمان ما أصرت بش يا أمو مرات أنا الصراحة ما فهمت شو صار لقيت حالي فجأة بنص شغلة واتطلعت كمان لقيت إيمكن قدامي أليف بذاتها ونظرتي تغيرت بكل الحياة إيه أنا تغيرت إجت التقارير سيدة شو عم تقول؟ عينات الدم اللي لقيناها مبارح بالمخبأ نفس زمرة دم على كاش ما أتفاجأت وبخصوص أثار الجزم اللي عاينناها كم مال؟ ما لها خصوصية نع المطاط نمرة 38 قديش؟ 38 النمرة بالنسبة لها زلمة صغيرة بل كيشي ولد يا يا أم مرة إيه نعم مرة ما في شي بيستدعي القلق هاي مشكلة بنشوفها كتير مع المزوجين جديد ممكن يكون سبب أي شي سبب عوامل أخلائية ضغط المجتمع وبعض الهواجز كمان أساسا طلبكم للمساعدة خلاكم تمشوا خطوة هامة باتجاه العلاج لا تتخلفوا عن الجلسة وتعوا مع بعض هات كل شي شكرا كتير دكتور أول جلسة لأربعة ساعة تنتين ونصب ناسي طبعا ممتاز معناها باستناكم ريحوا حالكم وكل شي رح يرجع طبيعي خاطرك بالإذن مع السلامة قلتك بيمشي الحال؟ أكيد بيمشي أنت بس تسمعي حكي الدكتورة وريح حالك سياد سياد أختي عايشة شو عما تساوه هون؟ يمنى عند الدكتورة أنا دكتورة؟ النفس عني أنت إلى وين رايحة؟ رايحة جيبكم غرضا من السوق أنا رح وصل إدالة على البيت وروح على الدكام يلا معشي خاطركم مع السلامة الله يعطيني العافل ما انتبه زل لساني يا الله أول مرة تجي أبي جابني مرة لما كنت صغير لوين راحي على وتيل منحط الشنات ومنغير تيابنا وبعدين لمكان اللقاء أي ساعة شاير مرة؟ ثلاثة كبيرة ما هي؟ ضخمة نحن حسب عاداتنا وتقاليدنا لازم الواحد يجيب كبار عيلته لطلب إيد البنت بس بخيلك يا ابني أنتو الاتنين متهورين وما خليتوا عادة بالبلد ما غيرتوها مظبوط الله يسعدكم ويهنيكم ماما هلأ عم بتمثل أهل البنت ماما على القليلة تقلي حالك شوي الحقيقة هي كنت ناوي بالأول بس لما شفت مراد رح أسعد بنتك لا تاكلهم مجبور أني أسعدها لأنه أنا ما بنبسط لتكون هي مبسوطة وغير هيك ما بعرف السعادة أبدا وقت هديك الحادثة وقت كنت أنت وياها بحق للألغام يعني لما شفتها بالتلفزيون ما بتعرف قديش على الصبت لأنه عرضت حياته للخطر بس معها حق تسمحي لي تسلم ابني في شي راح علي فيه طبعا ضيفي صدق قابلي شوي جوزتو أمكو مو كان لازم أنت اللي تعملي القهوة ترضى لي ماما شفتي شو عمل بس دللتي صارت تلاتة وعشرة وينهم؟ عاجئة إسطنبول هلا بيوصلوا نحن أجينا من آخر معمر الله ووصلنا على الوقت ليكو نجوم فضلوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلين فيكي شمس خانو مرحبا سيد كارلو مرحبا عصمان بعرفك على السيد حقي شمس خانو تشرفنا تشرف لنا تشرف لنا أهلا وسهلا تشرف للنقاف من صباح تشرف لنا والسفل تشرف لنا إلى البلدن قد أهلا وهدد إلى تشرف لنا جميع Το رامو رامو هم التوري علي ايه؟ السبب؟ في شي بدي اسألك عنه شو بدك تسألي؟ هالرسالة اللي تركها عكاش؟ بدي اياها لهالرسالة مشان هيك اوستي؟ لا مو انا اوسته لا تكذبين قتلتي كمال وقللتي شرف علاتي عكاش اوستي اسمعني كله مكتوب بالرسالة هالرسالة ما بتجربلك غير البلرة شو بتعملي؟ تقتليني كمان؟ متل ما قتلتي عكاش اه؟ هذا الاجبه ما بتعرف امت بيدق بابك والله وما بتعرفي كمان باب مين بيدق؟ عكاش كان اخي بالدم ادفعي حق دمه وخدية قديش؟ مئة الف ما بقدر امن هالمبلغ طيب على كيفك؟ كلن على بعضن سطرين شو بيسبتو دحلك؟ اذا كل ما واحد عصب بيكتب رسالة ما بيضن حدا برا هاد الحكي ما بيخصن بعط الرسالة للدرك وبتحكيلهم مشكلتك ما رح استنظر خير من اخو عكاش بالدم لا اول الاسبوع خمسة يام للدبري المصر واحد مين ثلاثة أربعة خمسة أوس واحدة بيجي تانا موسيقى 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 شكرا